تحية طيب مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى برنامج مواطن اليوم الذي نناقش في حلقته هذا الأسبوع مشروع قانون الحصول على المعلومات بين رؤية الحكومة وانتظارات الفاعلين ما هي مستجدات هذا المشروع ما هي القيمة المضافة التي جاء بها في سياق دستور 2011 ما هي أبرز الانتقادات الموجهة إليه من قبل المعارضة والجمعيات الحقوقية وما السبيل إلى تنزيل مضامنه في ظل الوضعية التي تعيشها الإدارة المغربية أسئلة من ضمن أخرى نطرحها على ضيوفنا الكرامة سعداء باستضافة الأستاذ عبد المطالب عميار عن حركة اليقظة المواطنة مرحبا بكم أستاذ الكريم أهلا نسيرا كما يشارك معنا أيضا في هذا النقاش ولأول مرة في بلاطو مواطن اليوم وأستاذ عبدالطيف معتضد مدير قطب الدعم بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة مرحبا بكم أستاذ الكريم شكرا على الاستضافة وينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من الرباط الأستاذ صلاح الدين جمال مدير تحديث الإدارة بالوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة مساء الخير أستاذ الكريم مساء الخير شكرا على الاستضافة مرحبا بكم جميعا في هذه الحلقة مشروع قانون الحصول على المعلومات بين رؤية الحكومة وانتظارات الفاعلين كما جرت العادة سنبدأ في النقاش بعد متابعة هذا التقرير على بعد أيام قليلة من نهاية الولاية التشريعية يناقش مجلس المستشارين مشروع قانون الحق في الوصول إلى المعلومة وسبق لمشروع القانون نفسه أن قطع شوطا أساسيا بعد تمرير الأغلبية الحكومية له دخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب صوت لصالح المشروع أربعة نواب بينما رفضه نائبان وامتنع اثنان آخران عن التصويت رفق ذلك جدل واسع في الأوساط المدنية والسياسية حول حق المواطنين في الوصول إلى المعلومة واتجه النقاش العام إلى اعتبار ذلك حقا أساسيا بات يكفله دستور المملكة المغربية في نسخته الأخيرة تصف الأغلبية البرلمانية مشروع القانون هذا بالإنجاز الهم وتعده خطوة كبرى لتكريس ربط المسئولية بالمحاسبة وإعمال معايير الشفافية ومحاربة الفساد الإداري كما ترحب الأغلبية بمكسب النشر الاستباقي للمعلومة وبالمكسب غير المسبوق الذي يتجلى في التنصيص على النشر الفوري للنتائج المفصلة لمختلف المحطات الانتخابية وكان وزير الداخلية ووزير الوظيفة العمومية لجأ لتحكيم رئيس الحكومة في هذه المسألة وحسم الأمر لصالح نشر النتائج التفصيلية للانتخابات غير أن عددا من الحقوقيين وفي صفهم تقف فرق المعارضة يعتبرون مشروع القانون الجديد لا يرقى لما جاءت به الوثيقة الدستورية لعام 11 و2000 مبررهم في هذا الحكم توسيع الاستثناءات بشكل يضيق الخناق على الحق في الوصول إلى المعلومة وهو الأمر الذي يتعارض في تقدير هؤلاء مع الأفق الديمقراطي كما لا ينسجم مع تطور وسائط تداول المعلومات في العصر الحديث التقرير من أعداد زميل عزيز فتحي دمعك أستاذ جمال ما هي أهمية هذا المشروع وما هي القيمة المضافة التي جاء بها في السياق المغربي الراهن شكرا على السياق الكريمة أولا لا بد من ذكره بأن هذا المشروع يجي في واحدة السياق واحدة الأهداف أساسية جاء بها الدستور لأن المغرب الآن المجتمع دياله يعيش في واحد تحول واحد الحراك المجتمعي اللي توجه عبر الدستور 2011 عبر إصدار الدستور 2011 اللي هو الدستور اللي وجه كرس المؤسسات وتأسيس والبناء المؤسسات وكذلك كرس الانتقال الديمقراطي وفي نفس الوقت آتا في الباب الثاني عشر منه في التطرق للحكامة الجيدة والمبادئ المتعلقة بها ممكننا نسترده على سبيل المتال من هذه المبادئ مبدأ الشفافية اللي جاء في الفصل 155 مبدأ احترام القانون اللي جاء في نفس الفصل كذلك مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة اللي جاء في الفصل 154 ومبدأ مثلا النزها والأخلاقية اللي جاء في نفس الفصل إذن هذا الباب الثاني عشر ديال الدستور جاء هو اللي أسس إلا بغينا نقولول هذا الحق من حق الحصول المنهمة وفي نفس الوقت فالمادة 27 من الدستور هي اللي يعني السردات بصيفة دقيقة أشنا هو هذا الحق وكيفاش ممكننا ننزلوا هذا الحق وهذا جاء سيجابا مع الاتزامات الدولية ديال المغرب خصوصا المادة 19 ديال إعلان العالمي للحقوق الإنسان وكذلك المادة 19 ديال العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وأخيرا المادة 10 من انتفاقية أمم المتحدة لمكافحة الفصل فهذه الأمور هذي كلها جاءت هي كذلك في السياق العام ديال هذا المشروع وهذا المشروع إلا بغينا ننزلوا هذا المبادئ اللي تكلمتها لها سابقا وبناء هذا الحق من الحق للحصول على المعلومات كان لازمنا أننا ننزلوا مشاريع اللي تحقق هذا الأهداف من بين هذا المشاريع كان مشروع ديال مكافحة الفسد استراتيجية الوطنية لمكافحة الفسد وكان كذلك مشروع ديال القانون ديال الحق للحصول على المعلومات اللي هو أصلا من بين المشاريع ديال الشفافية وديال مكافحة الفسد طيب أستاذ جمال كلامك واضح أستاذ معتدد كيف تقيمون هذا المشروع مشروع القانون المتعلق بالحصول على المعلومات وهل لبى انتظارتكم كهيئة وكحقوقين بالصفة عامة الحقيقة عقيبا على ما قاله الأستاذ جمال وكما جاء في الربورتاج الذي رأيناه الحق في الوصول المعلومة حق أساسي من حقوق الإنسان حق في الوصول المعلومة أساسي كذلك بالنسبة للحياة العامة دي البلاد حيث أنه أصبح يعتبر معيارا من معايير الحكامة الجيدة ومن تدبير شئر العام بالإضافة إلى مبادئ أخرى كالتضمينية وكالتشاركية وهذا كله جاء في سياق ترصيخ المصار والخياط الديمقراطي لبلادنا حيث أنه له مجموعة من الأبعاد كان بعد دولي الذي يقتضي منه الملائمة بين الشريعات الوطنية وتشريعات الدولية كان كذلك بعد أخلاقي كان بعد اقتصادي من اللي كان نقوله بعد الاقتصادي بالأساس كان نقوله استثمارات جاذبية الاستثمارات بالنسبة للبلاد وكان بعد حقوقي قانوني بالنسبة للإدارة اللي كتشتغل في إطار دولة الحق القانون واللي كتمد المواطنين بصفة عامة بمجموعة المعلومات التي تنتجها خدمة للحياة اليومية للمواطن وخدمة للمصالح العليا للوطن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة تتمين هذا المشروع ولكن عندها مجموعة من نواقص مجموعة من الملاحظات بخصوص هذا المشروع حيث أنه واكبته منذ البداية وهي اللي قدمت أول أرضية أقول أول أرضية لمشروع قانون الولوجي للمعلومات وكذلك مجموعة من المشاريع التي تتعلق مجال اختصاصتها أخص بالذكر مسألة حماية الشهود المبلغين المطبطة بات القانون كذلك مسألة تضارب المصالح مسألة الحكام الجيدة في المجال الترابي وكذلك مجموعة من التوصيات تتعلق بمجالات المؤسسات الانتخابية والاقتصاد الانتخابي ككل سوف أرجع لمجموعة من الملاحظات سوف أرجع إلى هذه الملاحظات وهذه المؤاخدات إذن أنتم تتمنون ولكن هناك مؤاخدات نتمنون لأننا جاء استجابة لمجموعة من المعايير ولو متأخرا المعايير الدولية في مجال مكافحة الفساد وفي مجال المنظومة الوطنية للنزهة حيث نعتبر أن هذا مكسب أساسي للوقاية من الفساد والرشوة بشكل عام ومن بدء أساسي كذلك ركن أساسي لتدعيم الحكامة الجيدة التي خص بها دستور المملكة في فصله الثاني عشر مجموعة من المؤسسات ومنها المؤسسة التي أشتغلوا والتي أمثلها اليوم الهيئة الوطنية للنزهة والوقاية من الرشوة ومحابتها أستاذ عمير سمعت إلى كلام الضيفين الكريمين هل ينسجم هذا المشروع في صيغته الثالثة مع مضامين مع روح دستور 2011 إجمالا يمكن القول بكامل تجرد الموضوعية بأن هذا المشروع الذي تعطل كثيرا لا يقع إلى مستوى تطلعات الفائلين من مختلف التخصصات ومن مختلف المجالات سنفصل القول في الاعتراضات الجوهرية المرتبطة بهذا القانون الذي تم تمريره في آخر دقيقة من دقائق زمن الحكومي ولكن بداية أود أن أشجل بأن هذا القانون كالمفروض يتم الحسم فيه في السهر الأولى أو على الأقل في السنة الأولى أو الثانية من زمن الحكومي وهذا قد يتشجل على الحكومة على الاعتبار أن خمس سنوات تفصلنا على الدستور الذي صادق عليه المغاربة في 2011 وهذا القانون لا ينبغي أن يكون أقل من سقف الدستور القانون ينبغي أن ينضم في جوهره وفي مقتضياته الحق المغاربة للوصول إلى المعلومة ولكن مع كامل الأسف العديد من المقتضيات الوريدة في هذا القانون ممكن أن تنضم خارج القانون أي بدون قانون ممكن فقط بإرادة سياسية أن نعمل على تحديث الإدارة تحديث الإدارة من أجل النضع بين يدي المواطنات والمواطنين العديد من المواد التي ينضمها هذا القانون أي بدون قانون ممكن فلسفة تحديث الإدارة أن تعمل على النهوض بالإدارة لوضع العديد من المعطيات الرقمية والإحصائيات والبيانات إلى آخره في يد المواطنات والمواطنين نحن كنا ننتظر أن يتم إصدار قانون لكي يسهل وصول المغاربة إلى المعلومات المرتبطة بالشأن العام طبعاً نحن لا نحتاج إلى التأكيد بأن هذه المسألة ترتبط بتقوية مصار الديمقراطية وتقوية دولة القانون ولكن مع كم الأسف العديد من المقتضيات الوريدة في هذا القانون لا ترقى إلى مستوى تطلعاتنا بل يمكن القول وبموضوعية أن هذا القانون في روحه وجوهره قانون محافب سألون في سطول المقتضيات التي تأخذها أنتم على الحكومة طيب نلوم الحكومة أيضاً لأنها من حالة هذا المشروع أيضاً تصويت تقريباً على قليل من النواب سبعة نواب تقريباً في مجلس النواب يعني على هذا المشروع أي قراءة لهذا الأمر رغم الترافع المدني والحقوقي ولسنوات والآن يصويت عدد قليل من النواب على هذا المشروع صحيح ما يجري في الأيام الأخيرة في مجلس النواب بتمرير ترسانة من القوانين بالصيغة التي يتم تمريرها يطرح طبعاً أسئلة حقيقية بخصوص هذا قانون منظم لا يتعلق الأمر فقط بالقانون قوانين كثيرة تم تمريرها في الأسابيع القليلة بعدد قليل من البرلمانيين يطرح أسئلة حول النجاعة المؤسساتية وحول لن أقول المشروع هي السياسية ولكن على الأقل يطرح أسئلة حقيقية حول دور هذه المؤسسات هذه حول دور هذه المؤسسات وحول المسؤوليات التي يطلع بها النواب البرلمانيون والمستشارون ولكن لا أحملهم مش المسؤولية أنا أحمل المسؤولية للحكومة لأنها أجل لأنها فرملت المصاري الدستوري وأجلت العشرات من النصوص في الساعات القليلة من نهاية الولاية الحكومية وهذا الشيء يطرح بكل تجرد يطرح الإرادة السياسية التي عطلت إمكانية إعطاء نفس وجوهر لدستور 2011 طيب أستاذ جمال ما تؤخذه وقد سمعت إلى هذا الكلام ما تؤخذه بعض الجمعيات الحقوقية على هذا المشروع هو كثرة الاستثناءات وأيضا تضيق الخناق كما تقول هذه الجمعيات على الحق الدستوري في الوصول إلى المعلومة كيف تنظرون إلى هذه المؤخذات نعم بيروا قبل ممكن من تطرق لها الجواب لا بد من توضح بعض الأمور أولا اللي صوت على المشروع القانون لدي الحق في حصول المعلومة ما الشيء هو ذلك العدد لربما هذه اللجنة اللجنة بالطبع الجلسة العامة الجلسة العامة كان فيها أكثر من مئات نائب برلماني أكثر اللجنة بالطبع والجلسة العامة الجلسة العامة هي التي تصويت ليس اللجنة غير ميصرية إذن أولا نحن أعرف أن هذا المشروع جاء في إطار عدم وجود أي تشريح فأحنا نطلقنا من العدم إلى وجود نص قانوني هذا يجب أن نأخذها بالعتبر لكن كما قال أستاذ عميار الصقف هو دستور 2011 أيها دستور 2011 أرام تقمعك مدى 27 واضحة ويمكننا نتفصلوا فيها أكثر ثانيا المواطن كانت يعاني من صعوبة الحصول على هذه المعلومات يعني وتغيير مفهوم السر المهني والسر والكتمان السر وكان في المسلوق ضعف ديال التقى فهذا المشروع يجب أننا كاملين كاملين يعني على الأقل نشجعه لكي يخرج للوجود وهو الأصل الآن وخاتنا نتكلم عن هذا المشروع لا نأخذوش يعني الحكم النهائي الآن لأنه ما زل بيدي المشارع ما زل في الغرفة الثانية لا نعلم ما لا نعلم ما هي ماذا في الغرفة الثانية وربما يرجع للغرفة الأولى للقراءة الثانية فلا ندري يعني عشنا هي الصغار اللي غتخرج بها فمن الأحسن نطلب من الناس من الفرقاء اللي يعتاردوا على بعض المقتضيات ديالهم من الأحسن يخليونا تنشوفوا النتيجة فاشغة تخرج بها يخرج بهذا المشروع وهذا المشروع أنا تنقول من القناعة الشخصية هو مشروع سيحدث طورة هادئة في تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن ويحدث قطعة مع الماضي اللي فيه السيريا والكتمان والمعلومات يوصل لها المواطن وكذلك يستمد قوته من كونه أحد المفاتيح دي الشفافية الرئيسية دي المكافحة الفساد طيب أستاذ معتضد يعني هذه التراجعات التي تتحدث عنها بعض الجمعيات الحقوقية باش نفهمون بسطو الأمور ونقربها للمشاهد الكريم شون فرق ما بين نسخة الأولى والتانية والتلتا باش نفهمو ما هي التراجعات بالفعل في الهيئة المركزية وكبناها هذا المشروع منذ نشأته يعني أن انطلاقها من الأرضية للصيغة الأولى للصيغة الثانية للصيغة الثالثة اللي هي هذه الصيغة اللي بين أيدينا والتي تم تدرسها كين تقدم الموس وخيدها بمجموعة من الملاحظات كانت تقدم بها المجتمع المدني وكانت تقدمت بها الهيئة المركزية كذلك أول مسألة هي مسألة تحديد المعايير الإطار اللي كان نشتغل فيها شنو هي المعلومة وشنو هما المؤسسات المعنية حددتها المعلومة كان يعني تعريف ديالها على أساس أن كل المعلومة كينة عند الإدارة على شكل قرارات على شكل يعني وتعيق على شكل فيديوهات على شكل هاتش كله كيدخل في إطار المعلومة اللي من لازم أن الإدارة العمومية والمؤسسات المعنية خصوصها تمد بها المواطن وتمدها في صيغة يمكن يستعملها هذي مسألة أساسية كينة مسألة أخرى بالنسبة لهذا القانون اللي أول مرة كي يخرج بالفعل كان الولوجي المعلومة وشير إليه في مجموعة من النصوص اللي كانت في البلاد ولكن حاليا نصل إلى مشروع قانون في قيدة المصادقة عليه صادقة عليه الغرفة الأولى اللي هي البرلمان وهو قصد الدراسة في الغرفة الثانية في مجلس المجتشارين بالفعل كانت مجموعة من تعديلات وقعات داخل اللجنة خصوصا في مجال استثناءات خصوصا في مجال استثناءات ولكن كين مسألة اللي يمكن أننا طرحناها في الهيئة ولم يستجب لها مسألة السر المهاني مسألة السر المهاني يعني لا يمكن التضرع في مغرب 2016 بحجب معلومة بدراع السر المهاني إذا كانت مقرنة بفعل جرمي هذه مسألة أساسية كين مسألة أخرى لا يمكن اليوم في ضل يعني التورة التكنولوجية التي تعرفها العالم أننا نبقى كمؤسسات لا مؤسسات ذي الحكمة التي نص عليها الدستور في الفصل 12 ولا كقطاعات حكومية بدون تنسيق من أجل تبادل المعلومات من أجل يعني تتبع تكاتر ولا اكتشاف تنامي الترواص بعد البسؤولين العموميين ولا كذلك بالنسبة القواعد المعطيات لأن مجموعة من الهيئات ديال الضبط والرقابة كالمجلسة على الحسابات كالمؤسسات أخرى تشتغل في مجال الضرائب المحافظة العقارية ما كانت تشتش يعني انسيجام وما كانت تشتش جصور للتواصل للتعاون ما بين هذه المؤسسات في إطار يعني تبادل المعلومات والولوج المعلومة وتقديم خدمة للمواطن المواطن اللي اليوم يعيش في ضي الدستور 2011 أزهى أيام الديمقراطية في بلدنا يعني في نهاية المطافة المواطن هو حجر الزاوية في كل هذا المشار المواطن في صلبي كما نقول في صلبي كل مشاريع في صلبي كل سياسات العمومية وفي صلبي كل قوانين والديمقراطية التشاركية هي هذه والديمقراطية التشاركية هي المبدأ هي الخيار الأساسي اللي جابه الدستور ديال 2016 2011 اللي يعني صوت عليه أغلبية الشعب المغربي إذن هذا المشروع كي يجي كتنزيل ولا كحجرة أساسية في البناء الديمقراطي وكتتويج الجهودات لا ديال المجتمع المدني ولا كذلك لتحديث الإدارة العمومية المغربية والمؤسسات المعنية على ذكر هذه المؤسسات الدستور نصف البنود الأولى دياله أن المؤسسات المنتخبة كذلك بما فيها الجماعة المحلية معنية بهذا الحق في الوصول للمعلومة في هذا المجال لا بدأ نشير أن المؤسسات المنتخبة من المفروض عليها أنها تسير هذا المشروع بإتاحة المعلومة للناخبين للمواطنين عن قرب في إطار سياسة باستيعاب مضى من هذا المشروع أستاذ أعميار دائما في النقاشات ما هي الأمور التي اقترحته كمجتمع مدني ولم يأخذ بها في إعداد هذا المشروع مع الأسف كان فرق في الطموح والواقع المبدأ هو أن الدستور أعطى للمغاربة الحق أنه يمشي أي مؤسسة عمومية لأي إدارة يطلبون منها المعلومة مع كامل الأسف المشروع الأول والتاني كانت مشاريع متخلفة على روح الدستور ودرنا مقترحة ديرنا ونشرناهم في الإعلام تقتصد صغر أولى والتانية صغر أولى والتانية كانت متخلفة جدا على المشروع الحالي كانت فيها العديد من المقتضيات التي تعطل الحق الوصول إلى المعلومة من بين الأمور التي كانت متروحة في المشاريع الأولى أن المعلومة لا تعطى إلا لصاحب المصلحة المباشرة في ذلك بميناء تبشي عند رئيس المصلحة يقول لك أنت ما عندكش المصلحة المباشرة في ذلك ما نعطيكش المعلومة نهائيا ما عندكش إمكانية أنك تفرض عليها أنه يعطيك معلومة لمعنى صحفي مثلا يتوجه إلى مؤسسة يغيب شي عند رئيس جماعة أن هذا المسروع الجديد هو الذي يمنا في النقاش اليوم بالطبع بمعنى المغاربة اليوم يجب أن يعرفون أن الدستور يعطيهم واحد حق كأنك نتظروا لكي يخرج قانون لكي المغاربة يمشيوا الإدارات المحاكيم الجماعات الترابية المختلف المؤسسات العمومية المجلس المستشاري المجلس النواب أي كل المؤسسات ذات طبع العام ويطلبهم منها المعلومات الكريتا هو أن هذا المسروع من خلج ما سهلش الوصول المعلومة الاعتبارات عديدة الاعتبار الأول يلد منها الكالوندرية واحد اللي حسبنا المدة والآجال غد دير طلب لرئيس الهيئة أو رئيس المؤسسة المعنية وتنتظر عشرين يوم دبا في القانون الجديد في الأول كانت شهر دبا في القانون عشرين يوم دير أيام العمل بمعنى وليت هي 28 يوم بقينا في شهر يقدر من يجاوبك في شهر وقابل لتتمديد عشرين يوم أخرى أي نحن بقينا في شهرين إلا ما جاوبك في ستين يوم هاي ما بقاش الولوج إلى المعلومة نحن دخلنا في واحد جر جائرة إلا في ستين يوم عندك الحق أنك ترسل رئيس الهيئة اللي أنت أصلا مشي تيريها نهر الأول وتنتظر 15 يوم ما يجاوبك إلا ما جاوبك عندك شهر دير الطعن إذا نشوف ضيعنا تقريبا تلت شهور باش نمشي وعند واحد الهيئة جديدة دارها القانون اسمها الجنة الوطنية ونديروه تضلهم هذا تضلهم عاو تاني يجب أن نتظر الشهر باش يبتفير بمعنى إلا حسبنا الزمن هذا القانون اللي دوزته الحكومة تيجرجر المغاربة لمدة 125 يوم باش في النهاية يقدر ما يوصلش لهذه المعلومة احنا غادي نمشي التفصيل بمعنى إلا كانت إيرادة سياسية باش نعطيه المغاربة المعلومة اللي كانت ضمن القانون مدم كان استثناءات الأمن الداخلي الجيش الاخري القانون ينضم كل المجالات اللي المغاربة من حقهم ياخذوا المعلومة كنت مواطن عادي أو صحفي أو جمعية حقوقية أو هيئة أو إلى آخر من حق تطلبوا واحد المعلومة هذه المعلومة تقدر ما تتعطاكش باسم القانون وتقدر يجرج لك القانون 120 يوم وفي النهاية ما توصلش لهذه المعلومة على شك نسميه إحنا المعلومة حق لأن تقدر تخدم بهذه المنهار وتقدر تخدم بهذه الأسبوع المقبل ولكن القانون منك يدير واحد الآليات ديال تجرجع ربما كتولي غير صالحة ما كتولي القانون ديال عدم الوصول إلى المعلومة كي يعطي نتائج عكسية في حين أن الدستور ما تيقول لكش صاوب قانون بشتعطوا الحق إلى الوصول إلى المعلومة كي المستوى الثاني وهو أن القانون ما كيلزمش الإدارات المؤسسة بشترون المعلومة تيقول لك في حدود الإمكان نشر لحد الأقصى من المعلومات أنت المعلومة يطالب يقولك ما داخلاش في حد الأقصى يعني السلطة التقديرية مطلقة عند هذه الإدارة طبعا لأنه ما كيل صيغة الإلزامية هذه معلومات اللي خص القانون ننضمها بصيغة الإلزامية أن الإدارات ملزمة بشتوفر جميع المعلومات ومن كنقوله في القانون في حدود الإمكان وإحنا كنعرفو العقلية دي الإدارة المغربية بحكم البياروقراطية لسادي تسانوات رئيس المصلاحي يقدر يقول الموظف دياله لا تعطيش المعلومة ما داخلاش في حد الأقصى وحتى لقلنا في القانون كين تحين إحنا كنعرفو الإدارة كيفاش قد تمشى قد نعطيك المعلومات اللي محيانة في حدود 6 شهر وانت بغي تمشي تطلب واحد المعلومة بخصوص صفقة عمومية أو لم يقاول مشى بش يشوف أحد كي يتشار يقول له لما نعطيكش مداخلاش في التحيين عندي طيب أستاذ جمال سمعت إلى هذا الكلام يبدو أن ما جاء على ذكره الأستاذ عميار ينصف يعني بشكل كامل مشروع القانون بصيغته الحالية لا أظن ينصف هذه كلام شوية زيت شوية ولكن أظن لازم نحن نوضح هذا البرامج هو بش يوضح لمواطن تنظن إذن لازم نوضح لمواطن بعد الأهمية المسروعة وعندما نجاوب على بعض التساؤلات اللي لدي فيها رأي أولا هذا المسروع دي القانون جاء بش يوضح أشنا هي المعلومة أولا ثانيا من هم من لديهم الحق في الاستفادة ثالثا ما هي الهيئات المعنية بتطبيق هذا الحق يعني بنشر المعطيات وتقديم هذه المعطيات ثالثا ركز على مبدأ واعتمد مبدأ المجانية في الحصول على المعلومات وأيضا اعطى الإمكانية دي الإعادة استعمال المعلومات بكل حرية وفي نفس الوقت اعطى الإلزامية الإدارات والهيئات المعنية بنشر الاستباقي يعني إنشر هذه المعطيات والمعلومات بدون ما يجأ لها المواطن بطلب لأنها المسترى في جوج إما يطلب أو للإدارة تنشر تلقائية وكان في نفس الوقت تعطى لأحد الذي استثنائت كما هو منصوص عليه في المدى 19 من دوستور والنقطتين الأخير التي تطرق لهم هذا المشروع القانون هي المسترى الحق في حصول المعلومات وتنصيص على لجنة الحق في حصول المعلومات وكذلك في الخر العقوبات والأجل تنزيل هذا المص فمثال على لسا الإخوان التي جاء نعطيهم مثال السير المهاني السير المهاني لن نقول شيء غلط المدى 12 من المشروع القانون تنص بصريح العبارة أن إذا يجب أن تعين أشخاص مكلفين هم الذين مكلفين لأن يعطيهم هذه المعلومات ويتقدم لهم طلبات وهم الذين يعطيهم معلومات المواطن وهم أصلا معفيين من واجب السير المهاني معفيين ما ستعاقبوا بالسير المهاني هذا توضيح الأول التوضيح الثاني هو الأجل المسترى واضح 20 يوم عمل هذا معيار الدولية وتنقية الدولة أعطانا البلافون يعني نصم دول نعم يعني الآن ونقول هذه 20 رأى الحد أقصى ماشي جميع المواطنين غينتظروا 20 يوم عمل قد ينتظروا يوما أو يومين أو ثلاثة وقد لا ينتظر نحن الهاتف دي أنه ما ينتظر لأننا نحن ديرين في المدى عشر المدى النشر الاستباقي إذن النشر الاستباقي وإلزامي تخص إدارة نشر جميع المعلومات قبل ما يجي المواطن يطلب يعني ما يكون جرجر اللي تحدث أستاذ أعميار أنا هاتشي لي كين في النص كل واحد كيف يقرأ القراءة دي وكين القراءة الضيقة وكين القراءة الملفتحة يعني النص ما واضح يعني هذا كنت رح بزالة جودة النص في حديداته إن كان واضح لن يحتوي التأويلات لا سيد يوسف لا واضح النشر الاستباقي هو ملزم للإدارات فأنا عندي واحد لا إحفاة 19 نوع من المعلومات لازم الإدارة تنشرها فبعث الأمور فيها بعض الخصوص لا نشر طالب المعلومات ممكن يطلبها ولا تطلبها وعطتها له ممكن تنشرها مباشرة من البد فهذا يعني مع الوقت مع التراكم للطلبات سيكون جميع المولان متاحة ومنشرة طيب وممكن في صلوف بالطبع بالطبع تفضل أستاذ جمال أنا منذ نشأة الهيئة وننادي بإلغاء المادة 18 من قانون الوظيفة العمومية التي تحت دارعة السر المهني لا يمكن لأي موظف تبليغ عن أفعاد فساد تعرف عليها أثناء مزاولة مهامه في إطار مهمته الوظيفية بمعنى موظف عادي مسؤول كان كان مفسدا لا يمكن أن نبلغنا الإشكال المطرح اليوم بغض النظر على المادة هو أن بعض الموظفين العموميين تصلوا إلى علمهم بعض المعلومات قد تكون جرمية وعندنا هنا مجموعة من الأمثلة عاشت هذه الساحة الوطنية ما يمكن أنك تطلب من الموظفين تحت الإمارة سواء في المشتفات العمومية أنهم يلقحوا المواطنين بلقاحات فاسدة هذه مسألة كانت معرفة ما يمكن لك أن كانت موظف تشتغل تحت مسؤول إداري مسؤول إداري في إطار صفقات عمومية مسؤول فاسد أنك لن تبلغ عن أفعال الرشوة بحجة السر المهني هذه مسائل لا تقبل الخصوص أننا عرفنا مجموعة من توراة تقدم وتطورات في مجال تشريع بخصوص المشترايات العمومية بخصوص مجموعة من الأمور ونحن اليوم نقول بأن هات السر المهني اللي كان قاعدة في الوظيفة العمومية لا يمكن أن نتبجح بها في إطار دستور 2011 اللي كيقول القاعدة هو منح المعلومة بكل سالسة للمواطن حتى يمكن استعمالها وخدمتا للمصلحة ديال البلاد اليوم بالفعل هذا القانون جاء مجموعة من الأمور ولكن عنا في ملاحظات في مجال استثناءات كنظم بأنه يجب ما زال يمكن نقيد مجال استثناءات اللي يجب بهذا القانون وعندي أمثلة عندي أمثلة عندي أمثلة مثلا فيما يخص ميزانيات الهيئة المعنية من حيث الموارد ومجال نفقات يمكن تحصل على الميزانية ديال بعض المؤسسات ولكن ما يمكن لك تحصل على الموارد ديالها ومجال الإنفاق كنمسألة أخرى مسألة ديال التقارير التي تصدع على إتري عمليات تدقيق المالي والفتحاص لمجموعة من الهيئة هذه مجال لمجال ديال الكتمان كنفق فيه مجموعة من الأموال الطائلة العمومية كنمسألة أخرى ديال أنظمة الأجور والتعويضات والعلاوات هذا ماشي مجال لخصوية تحفظ هذا خصوية مجال هذا خصوية خرج العلان لأن كانوا يتضمون هذا شيء لأن كانت هناك أمور في الساحة الوطنية لا يمكن أن نقول بأن ما يوقع مؤخرا لا في مسألة العلاوات ولا مسألة العقار الدولة ولا أمور هذه يمكن لها تكون حجرة عطرة أمام تقدم الوطن أمام تقدم البلاد أمام مصلحة المواطنين كل ما يشبه نكهة فساد أو تكتم عنها أو سرية فهو في الحقيقة مخصوش يكون دريعة وكل تكتم عن معلومة عمومية فيه مجال للريع وفيه مجال لشبهة الفساد مسألة عمير أولا العديد من الاستثناءات تم إقحامها في هذا القانون بدون مبرير الاستثناءات الوالدة في الدستور لا يوجد نقاش لكن ما معنا في الاستثناءات السياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة وحد المستمير بغير طالع على كل مجال بغير طالع علش غد نديروا استثناء السياسة النقدية أو الاقتصادية في زمن العلامة وش بقى شي دولة كدير في الاستثناء السياسة النقدية على شغل نديرو في الاستثناء حقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف على شغل نديرو في الاستثناء سرية مداولة المجلس الحكومي على شغل نديرو في الاستثناءات مبادئ المنافسة الحرة والمسروعة هاتش درناه لتقوية التنافسية والاستثمر واحد العدد دي المقتضايات تم إقحامها في مجال الاستثناءات لكتبين بأن العقلية اللي تم بها سياغة القانون عقلية حكومية ممشاتش في التجاه ديال تسهيل المساطع الأخ ممتل الوزارة أنا كنتفهم الوضع دياله اليوم تيتكلم على حرية تصرف المعلومات لا يا أخي القانون المادة 29 فيها المقتضيات الجنائية واحد الصحافي مشاخده واحد المواد اشتغل عليها خرجه الجريدة لغد لي ممكن تابعه الإدارة بتحريف مضامين لمعطاية المادة 29 كتقول كل تحريف لمضمون المعلومات ما معنى التحريف نتج عنه ضرار للهيئة المعنية لا يتم تحديد هلم فهم ضرار أو أدى استعمالها أو إعادة استعمالها إلى الإيساء والإضرار بمسطح العامة يعرض الحاصل على المعلومة حسب الحالة للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 360 إذن انت حصلت إلى معلومة تم استعمالها من طرف قناوات أخرى يتم تعريض صاحب المعلومة الأصلي للقانون الجنائي في حين أن الموظف لما تيبغيش يعطيك المعلومة يلاك يتعرض للتأديبات هذا هو جوانب مسألة أخرى كنا نتمنى أن الجنال الجنال التي ممكن تستقبل الشكاية المواطنين إذا تسدوا البيبان في وجه المواطنين والمواطنين يجب أن يجعلوا واحد للجنة مستقلة ما يمكنش واحد القانون يقول لك أنا بغي ندير الشفافية وبغي ندير الحكامة الجيدة وكيدير لجنة تحت لجنة حكومية لجنة غير مستقلة المفروض أن القانون كان يمشي في الاتجاه دي الإحداث لجنة مستقلة على الجهاز التنفيذي على الحكومة وتكون مستقلة بمواردها البشرية وبمواردها الإدارية هنا هذه اللجنة هذه أن الوزير الرئيس الحكومة يعين بعض أعضائها وأن بعض الأعضاء تابعين لقطاعات حكومية بمعنى أن هذه اللجنة التي تستقبل الشكاية هي لجنة تابعة لبنية النظام الحكومي في حين أن مبدأ الشفافية يقتضي يعني الخصم والحكم ما يمكنش تكون هي الخصم والحكم نحن كنا نطالب إما بأن هيئة الوسيط هي التي تستقبل الشكايات أو لا يتم إحداث لجنة مستقلة عن الحكومة ثم مسألة أخرى ومهمة الأجال متعلقة بالحالات المستعجالة كنا نقوله في الحالات الاستعجالية يجب أن يكون واحد الأجال صارم الحالات الاستعجالية التي تهم حياة المواطنة حماية الأشخاص وسلامتهم ضف فعلاً واحد تعديل الذي فيه ثلاثة أيام بمعنى أنه إذا كانت حالات استعجالية كتطلب إعطاء معلومة خصوص التعطاء في أجال ثلاثة أيام ولكن ما نضف لها؟ ضفوا لها مع معاعدة حالة تمديد بمعنى الحالة المفترض أنها حالة استعجالية تقدر تولي بحكم المادة الستعاش حالة اللي داخل في حالة تمديد عادية مادة أخرى غريبة وهو أن صاحب الطلب يجب أن يدير مبررة تقديم الطلب الشفافية لا تقتضي هذا الأمر لماذا يجي الإنسان يدير لك موضوع الطلب؟ هذه ليست الديمقراطية هذه ليست الشفافية مسألة أخرى ما هي المعلومات اللي ضروري تكون عند الإدارات غير محددة أنا قلت بأن القانون بدون قانون ممكن عيد تحديث الإدارة توضع لدى المواطنات لبس دوني نحن كنا نتظروا قانون ماشي باش يجي يقول لنا خصنا الإدارات دينا درنا الموارد البشرية دي لها والنصوص والقوانين دي لها ودر لنا هذا الشي كان بإمكان الدولة والحكومة دروا بلا قانون بلا قانون مسألة أخرى يكما طولت باش نستمعوا الردية الأستاذ جمال أيضا تفضل أستاذ جمال عندك شير رد على هذا الكلام تماما تماما نبدأ مثلا بالأسهل ثم الأصعب أولا المشكل دي لسير المهني احنا بنسبة للمادة 18 اللي جاتف اللي كنا في القانون الأساسي لوظيفة العمومية تماما هي مادة ما تتضرر ما تتكلمش على السير المهني بهذا المفهوم اللي كنت تتكلم على الكتمال المهني هذا المسروع الآن رحنا كين مسروع جديد ربما كين متقدم في حالة متقدمة دي المسودة دي القانون العام للوظيفة العمومية فحنا هذا كلام سابق لعوانين ربما الصيغة الجديدة دي هذا النظام الجديد قد تعدلوا وتغيروا هذا المقتدع هذا وفي نفس الوقت بغيرت نشير للآخر المعتدد السير المهني هو مجرم أصلا بالمادة 440 في القانون الجنائي بحيث أن القانون الجنائي يقول الأطباء والجراحون وكذا وكذا وكل شخص يعتبر من الأمنة على الأسرار بحكم مهنتي أو وظيفته الدائمة أو المؤقتة إذا أفشى سيرا أدعى لديه وذلك في غير الأحوال التي يجيز له فيها القانون أو يجيب عليه فيها التبليغ عنه يعاقب بالحبس من شهر إلى 6 أشهر وغارم من 1200 إلى 20 ألف درهم ولكن غير أن الأشخاص المذكورين أعلى لا يعاقبون بالعقوبة المقررة في الفقر السابقة إذا بلغوا السلطات القضائية أو الإدارية المختصة عن ارتكاف أفعال إجرامية فهذه النقطة التي ربما تتكلم عليها سيمة تضيد إذا نرى هو في حقيقة هذا الجرم هذا بالنسبة للتبليغ على أفعال إجرامية سيكون محمي بحكم القانون الجنائي وفي نفس الوقت نحن قلنا في المادة 13 أو 14 أظن قلنا بأن الشخص المكلف الذي يعطي المعلومات هو محمي المادة 18 في القانون العامي وليس يتطبق عليه إذا بالنسبة للسيمة الأمر واضح بالنسبة للأعداد للجناء عداد للجناء هما نقدرون نقولهم مستقلين لماذا؟ لأنهم غير جوز الأعداء التي كمتلهم رئيس الحكومة لأنهم يعينهم رئيس الحكومة الآن ممثلين اثنين ولكن هناك عضو لا غير لا نقول دعونا نكمل الفكرة دي دعونا نكمل لك اللائحة ممثلين اثنين عن الإدارة العمومية يعينهما رئيس الحكومة ولكن هناك عضو يعينه مجلس نواب عضو آخر من مجلس المستشارين ممثل عن الهيئة الوطنية للنزحة والوقاية مرشوة ممثل عن مؤسسة أرشيف المغرب ممثل عن مجلس الوطني لحقوق الإنسان ممثل عن الواسط وأخيرا وهذه إضافة نوعية ممثل عن المجتمع المدني إذن العضوية هذو كلهم يعني مستقلين على رئيس الحكومة أصلا قينا المقتخرة دي المبريرة لأخ سي عبد المطالب تتكلم على مبريرة تقديم الطلب أولا هذه في المدى 14 أولا هذه تسحبات راجات تعديل في إطار الغرفة الأولى في المجلس النواب فهذه تسحبات الآن ما بقاش المشروع فيه طلب تقديم مبارئات ولكن زدنا إضافة نوعية بالنسبة للمواطن هي تقديم مبارئات تمديد يعني التمديد ما يمكنش نديره لو ما عطيتش نبرر علاش غد ندير التمديد فهذو بعض الأمور اللي ربما باش نجاوض لربما نجيون طيب عندو تعقيم أستاذ معتدر أنا غير بالنسبة للمسألة دي النشر الاستباقي نحن نقول بأننا يمكننا نغنيوهد بالفعل هذا تقدم كين هذا تقدم النشر الاستباقي المعلومة هذا تقدم ونشرها بوسائل حديثة سواء بالنسبة للمواقع الإلكترونية سواء بالنسبة لتقارير على شكل تقارير ولكن بالنسبة لما يمكن أن ننشره بطريقة استباقية أو سعب كثير مما هو منصوص عليه في النص حيث أننا نقول بالنسبة لكين مجموعة من المعطيات اللي في قوانين خاصة يمكن ننشرها في إطار قوانين خاصة مثلا قرارات تأذيبية صادرة عن في حق موظفين أو مستخدامين بالنسبة لبعض الهيئات المعنية أخص بالذكر هيئات المحاسبين العموميين وهيئات المساحين الطبوغرافيين قوانين دي لهم كتنص على أن الهيئات المنظمة لهم كتنشر تقارير تأذيبية لما لا الإدارة ما كتنشر بشي مواطنين عرف ما كي تتعمل بشي عرف ما كي تتعمل هذه مسألة كان مسألة أخرى بالنسبة للمسائل المالية يمكننا نطلبه من الوزارة المالية يعني المالية أو للجماعات المحلية نشر جميع الإعانات المالية والمساعدات المقدمة لجميع الأطراف تكون جمعية تكون أشخاص ذاتيين ننشروا هذه المعلومة التهيارة معلومة عمومية كل شيء يكون عرفها كان مسألة أخرى بالنسبة للتحقاقات الانتخابية بالفعل كان هناك إشارة إلى نشر النتائج المفصلة للمحطات الانتخابية ولكن واش بالفعل هذه تحسب هذا المشروع ولكن كان قوله أخصنا الحجية الموضعية اللي هي الصفة الموضعية اللي هي المحاضر واش مستعد دينيوم أننا تكون عندنا محاضر المتقى ديال النتائج والاستحقاقات الانتخابية شنو النصوص أو البلود التي تحتاج ربما إلى تعديل أو إلى تجويد في نظركم انطلاقا من المدولة اللي دولنا فيها في إطار التقام الإداري للهيئة بحكم أن الهيئة كان جمع العام ديالها استنفذ المنضى دياله الولايات دياله منذ 2012 الهيئة ما زال خدمة في إطار تصريف المهام ديال الهيئة المركزية في إطار في انتدار تنصيب الهيئة الوطنية كانت هناك مجموعة من المقترحات وكان نقاش داخلي في خصوص بار اكزمبل مسألة تستبيت حق الهيئة الوطنية في الولوجي المعلومة هذا جابيه الدستور أننا ما يمكنناش كهيئات دستورية مستقلة عندها يعني نوع من يعني نوع من القوة ديال الاقتراحية أننا لدينا إشكال في الحصول على المعلومات التي كانت في حوزات مجموعة من المؤسسات العمومية وكانت اكتصوى موزارات وكانتصوى مؤسسات تعني بالمالية ديال الدولة ديال المواطنين طيب الآن المشتراح ضرعيب المشتراح تضل كان مسألة أخرى أستاذ بالنسبة لهذه المقتضيات ديال المدى عشرة إلا قريس عليك المدى عشرة كتجيب في الشيء وبنقضه من اللي كان قوله يجب على المؤسسات والهيئات المعنية كل واحدة في حدود اختصاصها أن تقوم في حدود الإمكان يعني الوجود مع الفتح مجال للسلطة تقديرية حدود حدود الإمكان نحن في الهيئة نقوله بأن في المكينة سلطة تقديرية فإنك تفسح المجال لتأويل يعني في هذه الحالة لنشر المعلومة أو عدم نشرها هذه سلطة تقديرية وفي المكينة سلطة تقديرية هذا وصيف ديال الفساد ديال إمكانية الرشوة ديال النية المبيتة وهذا كله يمشي في إطار أستاذ عميار مشيحة كما جيدة ما تفضل به هل يمكن التعويل على مناقشات الغرفة الثانية من أجل تضارك هذا النواقس بين قلسك فعلا أماننا هو أن أن تمضي الغرفة في اتجاد جويد هذا النص ليكون في مستوى تطلعات المغاربة أولا ينبغي تقليص مجال استثناءات العديد من الاستثناءات الواردة في النص أعتقد بأن تحكم هواجس لا علاقة لها بجوهر الدستور دون دخول في التفاصيل من الضروري تقليص زمن الولوج إلى المعلومة المعلومة التي يندمها القانون وهي من حق المواطن ينبغي أن تسلم للمواطن في أجل معقولة وبالتالي فالمسألة المتعلقة بتمديد الأجل تلعب دائما لصالح التأويل غير الديمقراطي وغير النزيه لجوهر القوانين نحن نعرف العقلية الإدارة كيف تتنشى رئيس مصلحة إليه أعطيته شهر سيخدم في شهر أعطيته أربع أيام سيخدم في أربع أيام أعطيته التمديد سيخدم إذن مادم أن الأمر يتعلق بمقتضايا قانونية ما هو حق للمواطني يتسلم لهم في أجل معقولة ثم حتى في حدود الطعون أو الشيكاية المقدمة للجنة التمطيط في هذا الزمن لا يخدم نهائيا جوهر الدستور وبالتالي يخصم ضروري مراجعة زمن الوروج للمعلومات مسألة أخرى تتعلق بضرورة التضخيق في المعلومات القابلة على الإطلاع المباشر لما تحتاج طلب سيأتي المواطن سيأتي المصلحة القانون تعطيها الحق بالإطلاع المباشر على المعلومات التي يغب في الحصول عليها ولكن القانون لا يفصل ما بين المعلومات التي تطالع عليها المواطن بشكل مباشر أو المعلومات التي تطلبها بطلب مثلا سيأتي نطلب معلومات للمسؤول في الإدارة يقول لي يخص تدير طلب في حين أن القانون ينص على إمكانية الإطلاع المباشر على المعلومات مباشرة في المادة 15 هذه المسألة تحتاج إلى تدقيق مسألة أخرى ينبغي إلغاء ينبغي تعديل المادة 17 لكي في الحالات الاستعجالية يكون سقفها لا يتجاوز 24 ساعة أي في ساعة 24 ساعة مدم أنها تهم حياة المواطنين وتهم سلامة البلد في حدود يوم لا غير مسألة أخرى تصوروا معي أن المادة 27 كانت ضربة القانون كامل إذا قرناها بتمعون يتعرض الشخص المكلف لأنه في كل إدارة ستعين الشخص المكلف بهذا المجال المعلومات وهي ستكون صيغة إلزامية بمعنى أن كل رئيس هيئة أو مؤسسة سوف يتعرض في الإدارة يعين شخص أو مجموعة أشخاص خدمتهم هي المعلومات هذي الناس يستطيعون لا يعطون معلومات يستطيع الرئيس المصلحة بالتليفون يقول له لا تعطيش أو لحجب لي الموقع الإلكتروني وليس يتعرض العقوبات لأن القانون يقول بأنه إذا تبت أنه رفض إمداد المواطني بمعلومات يقدمه عفوا لما ستكون لديه متابعة إذيبية إلا إذا تبت حسن نيته بمعنى أنه سيكون كوفا سيكون تحميل إدارة رئيس المصلحة لا يعطيش كتابة الأمر بالمنع ولكن الإدارة غمر لا تعقبه في حين أن المواطن الذي قد يستعمل المعلومة رأى متابعة بالقانون الجنائي هذه تغارات وهذه نقطة مهمة واذا عند الإعداد لهذا المشروع هل تم أخذ بها الاعتبار باقي القوانين كان القانون المنتمسات للتقيم المنتمسات العرائد كان القانون الجنائي واذا تم أخذ بها الاعتبار أو فقط تم الإعداد له بشكل فقط ضيق لهذا القانون هذا هذا القانون من المفروض تكون عنده امتدادات في القوانين الأخرى هذا إشكال هذا العمل يديل التقاطع غير واردة هذا قانون واذا نقدر نعطيك بهذا القانون حاجة ونأخذ ذلك في جهة أخرى تماما نسلط عليك القانون الجنائي هذه المادة إذا استعملتها لغير أغراضها ولكن في تأوي الإدارة طيب نسمعوا الأستاذ جمال هذا المشروع على ما تفضل به الضيفان الكريمان يعني يعتبر بمثابة أو يحفز المواطن على تتبع القرار العمومي وتقييمي تماما تماما هذا ما جاء هذه المبدأ أصرف النشر الصباقي بتحديد لائحة ونوعية المعطيات التي من الواجب نشرها من طرف الهيئة المعنية اللي هما ثمانية دي الأنواع دي الهيئات غير أربما بغيت نعاقب على بعض الأمور اللي جاءوا على لسان الإخوان مثلا بالنسبة لطالبي المعلومات أنا طالبي المعلومات الدستور واضح حددها في المواطنات والمواطنين يعني المدى السبع عشرين إذا كانوا إخوان يقرؤوا معي رافية المواطنات والمواطنين إذن إحنا ملتزمين باش نفدو ونطبقو ما جاء في الدستور ثانيا زدنا إضافة نوعية أننا عطينا الحق للأجانب المقيمين بصفة قانونية في المغرب أن لهم الحق في الولوج والحصول على المعلومات بالنسبة للأمر ديال التقليص للسيطناءات ونطرقوش مثلا للسياسة النقدية أو الحقوق الملكية هذا أمور جاء في قوانين الدولية كلها كتطرق فيه هذا سيطرق بانشمارك انترنسونالي لنشينا درنا الدراسة مقارنة مع جميع النصوص فمثلا قدرة الدولة على تدبير السياسة النقدية هذه من الأمور التي هي أصل المستثنات حتى في اتفاقية المجلس الأوروبي حتى في القانون الكندية حتى في قاونين أخرى لأننا قد نعطيكم مثلا مثلا مثال بسيط مثلا السياسة النقدية الدولة قررت بأنها تخفض أو تطلع من القيمة العملة ديالها فيصعب أن الإنسان يخرج المعلومات إذن ستقول لي مشكلة 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 السياسة النقدية في البلاد إذا قررت قرار عمومي إذا قررت معلومة عمومية لا لن يخرج القرار لن يمكن أن يخرج قبل ما الذي يقول قرار سيكون 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 السياسة سيكون السياسة المدينة لا هذا هو المفهوم لأن الشرح سيخرجوا كتيبات لنشرحوا كل مفهوم دقيق بالنسبة مثلا حماية الشهود والضحايا هذه أساسية في السيطنائة هي حماية إضافية للشهود والضحايا مثلا واحد مشافشا بشي واحد دارش جريمة وحماته الدولة بغت تحميه وشي شي واحد أخر يخرج ويقول لي برا هذا كراء قال أو لك قال ما محميش فالقانون مستثنى المعلومة باش نزيد ونحميه كذلك الحماية الإضافية للحقوق الملكية سيد دار ملكية ديالو خاصة صناعية ولا فكرية ونجيو وحنا نخرجها خاصة تحميها فتنظن كين هناك استثناءات من نخدهم شبا بالاستثناءات المطلقة كذا ولكن نخدهم باستثناءات مطلقة كيماجات في الدستور ولكن هناك استثناءات لإضافة حمايات لزيادة حماية إضافية مثل هاتش ديال الشهود وحقوق الملكية والسياسة النقدية وتنظن غير ربما غير الأمثلة هي اللي غا توضح طيب نكمل مثلا بنسبة مثلا التفصيل على الطلع المباشر ولا غير التفصيل على سلسان لسان السعب المطالب قال لك خصن تقوف على الأمور في القانون القانون لا أرخص يكون قانون عام يمكنش ندخله في التفاصيل ديال الأمور هذا الشيء من الاختصاص المجال التنظيمي ولكن في المدة 13 من القانون قال بأن التفصيل ديال كيفية أداء المهام ديال الشخص المكلف ستكون عبر مناشير وعبر قرارات داخلية اللي غير يجيثها كيفاش هاتسي لعطي المعلومات كيفاش يمكن الولوج المباشر للمعطيات يعني المهمة مسألة التنزيل ما بقاش كثير من الوقت باش نقتسم الوقت بشكل عادي الأستد معتضد الآن نعرف كيف مقال الأستد عبد المطالبة عميار العقلية ديالإدارة كيفية اختلالات كيفية مشاكل الآن كيف يمكن تنزيل استيعاب هذا مضامين هذا القانون في حال المصادقة عليه بشكل نهائي وبالإدارة ديالنا في وضعها الحالي احنا قدموا الواقع أيضا لا يكتفع بالفعل هذا حصل ديالنا في مجموعة من النصوص مجموعة من هذا حاليا نقول بأن في إطار الاستفادة من تجارب العالمية الفضلة في مجال الشفافية والحصول على المعلومة وتدبع العام بشكل عام نقول بأن لابد من إيجاد بيئة ملائمة لإنجاح تنزيل هذا الورش المهم وهو الوصول إلى المعلومة ويجعل المعلومة في متناوى لجميع المواطنين إذن لابد من تبسيطها لابد من تبسيط مساطرها لابد من قنوات تمكن المواطن من الحصول على المعلومة بكل ثلاثة النص جاء من جمعة من المساطر من بينها مصطرة الحصول على المعلومة بالفعل هذا النص جاء بها مبسطة على غير يعني الصياغ الأولى لهذا المشروع كان مسألة آخر مسألة سطعون جاء بمسألة سطعون سواء لدى الهيئة المعنية بالمعلومة ذاتها أو الهيئة الوطنية اللي هي اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطبع الشخصي وكذلك إمكانية اللجوء القضاء في حدم عدم أن المواطن لم يحصل على المعلومة كما يشاء هذه كين مسألة وكين مسألة أخرى لمراجعة العامقة لمتطلبة نشر القوانين يعني أننا لابد من نبسط القوانين والقطع مع هذا المبدأ يحق لكل مصلحة للطلاع والتأسيس لمنطق يحق لكافة الناس ولعمهم الجمهور لحصول على المعلومة كين مسألة أخرى من الملاحظات لابد من إنجاح هذا المشروع كذلك بخصوص بعض الفئات من المواطنين وأخص بالضكة الاحتياجات الخاصة لابد من تفكر في إقرار العمل بمواصفات خاصة للولوج لهذه الفئة من المواطنات والمواطنين التي تتورع الوضعيات المختلفة لهم وكذلك مسألة أساسية كذلك كنت شرط لها قبيلة في النقاش إنه لابد من توحيد وتوجيه الجهود نحو بناء أنظمة معلوماتية ما بين المؤسسات الوطنية وحيانا في إطار تبسيط المساطية وفي إطار تحديد الإدارة وفي إدار يعني تقريب الإدارة من المواطنين طيب أستاذ عمير كيف يمكن تنزيل في دل وضعية التي تعيش الإدارة المغربية حاليا التنزيل التنزيل يتطلب الإرادة السياسية يتطلب قوانين ذات أبعاد إجرائية مارينة ويتطلب موارد بشرية ويتطلب البرمجة نحن نعرف طبعا الصعوبات التي كانت في الإدارة المسألة تطلب تحديد العقليات ولكن قبل هذا وذاك منك تكون إرادة سياسية ممكن أشياء كثيرة تقدم في بلدنا هذه الإدارة المعنية بهذا القادم كلها عند الفلوس ممكن تتصرف في الميزانيات الإدارة العمومية المحاكيم مجلس النوام مجلس المستشارين جماعة الترابية هذا كلهم لم يكن لديهم مشكلة لأنه يكون لديهم من الباسي وما كنا كان يحتاجوا قانون لكي يدخلوا فيه المعطيات البشرية والإدارية العادية والمعطيات اليوم يتبشي العملة وتقدر تطلب يمشي طاليب باحث يطلب قاعدة بيانات تخصي الإقليم تقدر أن تحديد الإدارة كفلسفة تمشي في الاتجاه أن العديد من الإجراءات الوريدة في القانون تكون واجدة عندنا واحد الإنسان يريد معطيات إحصائية بيانات أرقام أي كل ما يتعلق بواحد عديد من المجالات كان بإمكان يكون نربحنا فيها الزمن لو كانت حقيقة الإرادة الإصلاح الحقيقي اليوم سنندوزه بعد تجويد النص القانوني سنندوزه للتمرين في أرض الواقع من أجل أولا أن المغاربة يعرفوا بأن من حقهم يمشوا بياخدوا المعلومات وتانيا يجبنا نعرفه بأن هذا القانون هو جوهر جوهر الشفافية وهو اللي ممكن يأهل الإدارة وفي نفس الوقت يأهل الدولة والمجتمع طيب أستاذ جبل في 30 تانية عندك شيء إضافة إضافة غير كما قلت دائما في إطار التنزيل هناك بعض دول الجنديرو دانشمارك كان لاخدت 50 التنزيل مثلا المثال الإنجلاتيرا ولكن نحن في المشروع القانون دينا أخذنا درنام المشروع في سنتين سنة للتنفيذ وسنة للنشر الاستباقي ونحن قمنا بواحد المخطط عمل اللي في عشر إجراءات من بين هذه الإجراءات كان خمسة مجالات تتهم خمسة مجالات هناك عملية تواصلية سنقوم بعملية تواصلية عملية تحسيسية لأنه تغيير ثقافة هذا طبعا حال عملية تكوينية عملية مواكبة الإدارات وكذلك في الأخير عملية تأهيلية لاستعمال التكنولوجيا الحادثة واستعمال التنظيم ديال أرشيف لأن المعطيات يجب أن تكون منظمة ومؤرشفة بصفة دقيقة ونحن في المسروع للقانون حاولنا بشكل مشروع أكثر واقعي وقابل للتنفيذ والتنزيل لا يكون مشروع كما نقوله مستورد ولكن مشروع يأخذ بعض الاعتبار حتى الإمكانيات المتاحة للإدارة المغربية وفي نفس الوقت ترسنا القانونية الموجودة حاليا كيف يمكن نزلو في الجامعة الترابية ما بقى الوقت ولكن نجاوبه بأجلة كيف يمكن نزلو في الجامعة الترابية نحن الأمل هو ندر برنامج خاص المواكبة المواكبة وتأهيل سنحاول نعاونهم المصاحبة والمواكبة المصاحبة والمواكبة الحديث له شجون وهذا المشروع القانون أكيد سنعود إليه في سياق حلقتنا المقبلة ختام هذه الحلقة من برنامج مواطنة اليوم شكرا جزير ضيوفي الكرام أسد معتدد أسد عميار أسد صلاح الدين جمال بهذا مشاهدنا الكرام نأتي لختم هذه الحلقة ميديان تيفي بوان كوم لمشاهدة التسجيل الكامل لها راسي طواني أات ميديان تيفي بوان كوم للتواصل معنا شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله